التاسع صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينتش مجزو الأخبار من التليفزيون المصري أهلا بكم توجه رئيس عبدالفتاح السيسي بتحية تقدير واعتزاز لكل عمال مصر في عيد العمال وأكد الرئيس السيسي على حسابه الرسمي بمواقع التواصل الاجتماعي أن عمال مصر الذين تعهدوا ببناء الوطن قد أوفوا بما وعدوا به وأنهم بذلوا قصارى جهدهم في النهوض بدولتنا العصرية الحديثة كما أكد الرئيس أن اليوم هو الرمز التفاني والإخلاص في العمل دعين الله أن يديم على عمال مصر الصحة والعافية وأن تزدهر بهم مصر شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدة غارات على مناطق متفرقة بقطع غزة وأوضحت مصادر فلسطينية أن الغارات أسفرت عن سقوط 23 شهيدا بعدما تم استهداف مناطق في رفح ومخيم النصيرات وخان يونس كما استهدفت غارة إسرائيلية مقر شركة توزيع الكهرباء في منطقة الزويدة وسط قطاع غزة أعلنت الأمم المتحدة أن كمية الأنقاض والركام التي يتوجب إزالتها في غزة أكبر مقارنة بأوكرانيا وأوضح مسؤول عمليات نزع الألغام في الأمم المتحدة أن كمية الأنقاض تمثل مهمة مكلفة وخطيرة بشكل كبير في القطع بالنظر إلى وجود قنابل غير متفجرة بها وتشير التقديرات إلى أن ما بين 10 إلى 15% من الذخائر التي يتم إطلاقها من قبل الاحتلال الإسرائيلي لا تنفجر وتشكل بالتالي تهديدا دائما للسكان المدنيين أعلنت منظمة العمل الدولية أن العديد من الأسر الفلسطينية ستواجه كثيرا من الصعوبات الاقتصادية بسبب الحرب في غزة وحذرت المنظمة من أن الأسر في قطاع غزة قد تلقأ إلى وسائل أخرى لكسب قوت يومها بما في ذلك انتشار عمالة الأطفال وأظهرت نشرة منظمة العمل الدولية الأخيرة أنه حتى يناير الماضي تم فقدان حوالي أكثر من 200 ألف وظيفة في القطاع بسبب الحرب وهو ما يمثل حوالي ثلثي إجمالي العمالة في غزة رفض المئات من طلاب جامعة كاليفورنيا فضى الاعتصام رغم مغادرة بعضهم عقب تحذيرات من الشرطة وأوضحت وسائل إعلام أمريكية أن المعتصمين بالجامعة يتأهبون لأي مواجهة مع تمركز عشرات من رجال الشرطة وتحليق المروحيات وأفادت وسائل إعلام أمريكية أن شرطة لوسانجلس تستفق بأعداد كبيرة أمام جامعة كاليفورنيا بينما يرفض المعتصمون المغادرة أصيب 13 شخصا على الأقل بجروح في قصف صاروخي روسي استهدف مدينة أودسا الساحلية الواقعة جنوب غرب أوكرانيا كان هجوم صاروخي روسي أسفر منتصف الأسبوع الجاري عن مقتل خمسة أشخاص في أودسا ليعقبه بعد يومين فقط هجوم مماثل أوقع ثلاثة قتلى بحسب مسؤولين محليين وتكتسب موانئ المدينة الساحلية الكبيرة المطلطة على البحر الأسود أهمية كبرى للصادرات الأوكرانية استدعت وزارة الخارجية الفلبينية ديبلوماسيا صينيا الاحتجاج على استخدام بكين لمدافع المياه ضد سفن فلبينية في منطقة سكاربورو شول المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي واحتجت الخارجية الفلبينية على المضايقات والتصادم والحشد والمنورات الخطيرة واستخدام مدافع المياه وغير ذلك من الأعمال العدائية التي يقوم بها خفر السواحل الصيني وطالبت الوزارة القطع البحري الصينية بمغادرة المنطقة والمياه المحيطة على الفور ذكرت وسائل إعلام رسمية صينية أن انهيار جزء من طريق سريع بإقليم جواندونغ تسبب في سقوط مركبات ومقتل ستة وثلاثين شخصا وإصابة ثلاثين آخرين وذلك خلال فترة تشهد سفر الملايين في البلاد لقضاء عطلة عيد العمال وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة أن الانهيار الناجم عن الأمطار الغزيرة وقع على طريق ميتش دابو السريع مضيفة أن الجزء المنهار بلغ طوله سبعة عشر مترا وتسبب في سقوط ثلاثة وعشرين مركبة